يقع جزء مشروع تطوير طريق الصلط بمساعدة الصين في محافظة البلقاء الأردنية في الشمال الغربي ويربط العاصمة عمان بالصلط ومنطقة وادي الأردن ويمتد إلى المدن المحيطة صرح أحمد بو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل الأردني أن طريق الصلط هو طريق مزدحم ويلعب دورا حاسما في نقل الحبوب ويعمل كطريق استراتيجي للأردن يجسد هذا المشروع رؤية قادة كل من الصين والأردن لتعزيز التعاون الودية بين البلدين ويتطلع الجانب الأردني إلى مواصلة توسيع وتعميق التعاون مع الصين فهاء التعاون هذا طلع عندنا مشروع كثير ممتاز من أعلى المواصفات وأقل من المد العقدية وقال تشينتشواندون السفير الصيني لدى الأردن إن مشروع تطوير الطرق سيحسن ظروف الطرق ويعزز الكفاءة اللوجستية ويعزز تنمية السياحة والصناعة والزراعة المحلية وتنظر الصين دائما إلى الأردن باعتباره شريكا هاما في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة وإن الصين مستعدة للعمل مع الأردن لبناء مبادرة الحزام والطريق عالية الجودة ما يعود بالنفع على شعبي البلدين بشكل أكثر وأفضل هذا المشروع هو جهد مشترك لسين والأردن ويعز صداقة تطوير الأمن بين بلدين وأمل أن يجلب هذا الطريق راحة للشعب الأردني وخاصة نسكان حديث المنطقة وأن يصبح طريق الأمان والتمنية والإزتحار ترجمة نانسي قنقر